خلينا بقى عن مشاركتك في كليب لالي ازاي تم اختيارك? لقوك ازاي؟ من دمن السعي اللي انا بسعيه في التمثيل وكده فده الحاجة الوحيدة للأعلان اللي ما شفتوش يعني انا متعود لانا انظر على الفيسبوك عندي ان يا جماعة في هنا يا جماعة في هنا يا جماعة في شغل هنا في مخرج عايز فالأعلان ده الوحيدة اللي ما شفتوش فالناس لقيت التليفون بيريني أحمد إلحظة فيه حاجة ليك انت والبداية بتاعتك بتاعتك انت اه بتاعتك انت لانه على الفيسبوك وزماية ليه وصحابي عارفين ان انا بحبه فقالولي دي بتاعتك انت فتواصلت مع شركة الكاستنج بعد سوأرهم عارفيني بعد سوأرولي الجنرال بتاعك موجود عندنا اتفرجوا الحاجة قالولي خلاص تمام ضن انت مترشح معنا فبعد الترشيح انا خلاص هو الترشيح انا مش بحط في دماغي لما بقولي كلمة انت ترشحت لسه ما اخترني لسه محدش اخترني لسه ما تمش الاختيار لسه محدش اخترني فخلاص بعدها بيومين اللي انت معانا في الكليب رسميا بقى خلاص المخرجة مريم البجوري اخترتك فدي طبعا دي كانت عملتي فرح في البيت طبعا دي اول حاجة ليك كتمثيل ولا انت مثلت اصلا في مسرحيات او في اعمال فنية قبل كده ودير يعني خمس سنين خمس سنين كعب داير يعني لسه بتمنتظر الفرصة وتعتبر اول فرصة ليك هو الكليب ده ان شاء الله يبقى فاتحة خير بقى اللي هو للي يعني انت في الاساس من محبي او حبيه الكنج مونير اه طبعا من قبل لما يجيلك الكليب احسسك ايه اه طبعا يعني انا عم بك فان كلنا اه طبعا يعني انت كان احسسك ايه انه اول زهور ليك فحاجة عندك شغف ليها وبتسعى ليها بقى لك سنين تبقى مطربك المفضل الكنج مونير اول زهور حقيقي لكن انا ظهرت اه ده اول زهور اللي هو العلامة الكاملة زي بيقولوا اللي انا ممكن ممكن ما اشتغلش بعد كده بعدها لا لا ان شاء الله تشتغل وتشتغل كتير فدي حاجة طبعا خلتني في منتهى منتهى الساعة انا مكنش مصدق عدت فترة اه قافل على نفسي اللي انا هل ده فعلا هيحصل او لا لحد ما روحت البروفات ممكن انت الان برده بس اللي طمين وانا ومما بيفتحوا باب للشركة في ما احنا بنعمل البروفات ان كلهم اتخضوا يعني ايه ده كينج جاي ده مونير جاي كلهم وقفوا كده